طريقة لعب الراجل نفسه بقى مرهقة جدا السنة الجاية لو اشتغل بيها يروح بالفريق فين في ظل اللي احنا المشاكل اللعيبة اللي بقى مش هتكمل ليه الراجل ده بيشتغل بطريقة ضغط عالي من فوق وعايزة جهد بدني عالي جدا 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 هتقولي زي مين مثلا اقولك مثلا شوف زيزو شوف كمية الجري اللي بيجريها انت عايز كل اللعبة زي دي وده مستحيل وده مستحيل الظل برضه اعمار ممكن تكون عنده كبيرة وما فيش البديل ما فيش البديل فبالتالي لازم تاخد بالك من النقطة دي اوقات بتعمل ضغط عالي من فوق وكرة لو انت مضغطتش وقطعتها في النص المرعبهم بتروح عليك انفراط شايف الفرق؟ لو انت خدت الكرة والضغط العالي من فوق هتروح تسجل على طول لكن لو تقطعت على الكرة هتروح عليك جهول فده عايزة جهد بدني وحمل بدني عالي جدا والرجل بيهتم بيه اللعبة حافظت الطريقة في الاول ما كانش حافظت بعد كده حافظت الطريقة الراجل كويس بس انا نفسي بيبع عنده قرار قرار السوريو لازم يسمع للجهاز الفني لازم يسمع له قولا واحدا انت بيتلعب لعبة مش في مكانها تغييراتك متأخرة كلنا خدنا بالنا فلازم يبقى فيه كلام كلام مع الجهاز الفني المعاون يسمع له اصدق لازم يسمع له لان بيبانن ان لا فيه حاجات غلقة كتير اوه فده الحاجات دي مهمة جدا لو عملها هيبقى كويس لعبة الصغيرة السندي رأيك فيهم ايه؟ يعني مع الفريق يعني زي مينة حاتم سكر سكر مثلا حسام عميين مازال برضه صغير يعني من الكلام عفنوا واحد انا كنت بكتب هو لعيب اساسي انا مساعدوا معي وانا ببتسعة وتسعين سبك من حسام لان حسام اعتقد لهو شبه اساسي يعني خلاص اه حاتم ضغط عليه شوية ضغط في مينت انا جماعة فكرونه بالأولاد زراري ضغط عليه وايامه جاية يعني بس مش دلوقتي هتقول لي سيف فاروق ويوسف واسامة طبعا هتقول مش وراحوا بيرامد لعبة كويسة كانت هتفيدنا دل زمانك بالشكل كبير طبعا لكن مش يعني المجلس محافظة عليهم يعني عندك بيسو برضه؟ لا لسه شوية احنا قلنا نمار بقى خلاص ما بقى الزغط لا نمار لا ما شاء الله ده لعب بس نمار ما بلعبش بكراي ما بلعبش بكراي الراجل ده لعب كورة لعب كورة لازم لي لعب كراي ايه؟ ايشو برضه وايشو لعب كويس بس برضه في خبرات لازم خبرات لازم ما تشك كتير وبعد كده برضه انت خلي بالك انت الناشئين وانت عارف الفاروق ان الناشئ ازقه لما الفرقة تبقى فايقة الفرقة وقف على رجليها حقط واحد اتنين لكن لو الفرقة لو قدر الله حصل لها حاجة انت بتحرق بقى النازة كلها طبا حالة صفاقات اللي جات سنة اللي فاتت والناس كلها شايفة انهم ما رجحوش حالة السنة دي ممكن الامور تختلف اللي هو زي مين مثلا؟ عندك طبع مصف شربي عندك اه خلينا واحد واحد عندك اه ودهم جاء حتا اللعب كويس وكان اللعب هايل يعني المستوى بتاعه تزبزب شوية لكن برضه رجع في الاواخر بقى كويس مش كل الصفاقات كويسة ما انا بقولك هل السنة دي امورهم تختلف لان برضه خلي بالك اقولك يا قليل انت عارف كويسة انا كصفقة اجي لازم برضه حد يشني في الاول دول جمه لوش حد صح ولا غلطان برضه مش هتفق معك في دي دي؟ انا معاك يعني هي انا الاقي فريق موجود او بالما انا ابقى معاك وامشي معاك على الطريق انت موجود جنبي لكن اللعب اجت اقولك حال امشي معاك فنيا امم يعني امشي معاك فنيا انا جايبك جايب راجل محترف تشلني يا عزك على طبق انا جايبك تشلني انا جايبك ودفع فيك قد كام مليون عشان تيجي تشلني مش انا جايشيلك ولازم هنا بقى في شخصية اللعب فين شخصيتك ما تقوليش تأقلم اه تأقلم اللي هو يبقى فين سجام تام ماشي معاك لكن ادائك انت بقى شخصيتك انت كفرد اصدق كفرد اصدق تلاعب اول واحده اه فين ما شفتش خالص اي نجاحات لأي حانته لا لا ما شفتش في البداية لكن بعد كده الامور اتحسنت شوية زي دونجة زي شلبي شلبي حياء اه امر السيسي طيب السيسي اه بيجري كتير قوي بصراحة لكن بيضيع تلت اربع مجهوده في الجاري مش بتاعه اه مش بتاعه يعني تلاقي مرة في اليمين ودخل التمنتاشر وعند الكورنر لأ مش كده مش بتجري ما انت مش هتقدر تقدي ووظفتك صحيح فانت لازم يركز في دور وهو بشتغل ستة وعايز يبقى تمانية يعني هو اصلا ستة ديفندر وهو عايز يطور من نفسه اللي هو عايز يخش التمنتاشر ويكمل لأ بلاش دي ركز في ستة الاول يعني دونجا واسيسي لو ركزوا في حتة الستة دي اعملوها كويس الزناري كابتاني شايف الزناري هو اخد فرص ولا ايه لا بس يعني اه العيب كويس بس اللي موجود اعلى يعني اللي موجود احسن احسن بكتير اه لو اخد فرص ممكن الامر بالنسباره تختاره في وجود حسام ومحمود علاء وعبدالغاني والوينش اللعب ما اضقتش الامور هتبقى صعبة اه لان الاربع اللي موجودين اعلى رأيك في جميلة زمانك كابتاني ما بيبقى منك فرود بقى كبير شايفوا في وجود الجزيرة فترة اللي جاي بقى عاملة زي في ظل بقى ان انت يعني ما عندكش برضو اللي بيوصلك لنفس الشكل اللي ممكن انت بقى انت المطلوب بالنسبة لأي فرود لا بطريقة اللعب الراجل ما بيشتغلش رقم 10 يعني خلي بالك من الحاجات برضو اللي هترهك أوباما اللي هو ما بيلعبش بعشرة قصدق ما يلعبش قصدق ما بيلعبش اه أوباما ما يلعبش قصدق مش يلعب يعني قصدق اه السلو ما بيشتغلش رقم 10 فانت أوباما ده مكانه ودي شخصيته هتحط فين ده مشكلة كبيرة خلي بالك مشكلة لأوباما مش مشكلة الفلجة لا ممكن الراجل يغير طريقته اه انت عاوزك ممكن يوجد تغير طريقة اه ممكن لا في ظل النقص اللي هو عايزه عشان يلعب بالطريقة بتاعته هيدطر ممكن يغير الطريقة سيف الدين الجزيري هو الرقم 1 في نفس الزمالك دلوقتي يغسل حربة مش عقاله بشكل كويس الراجل هداف الفرقة لكن محتاجه دعم اكتر ومحتاجه حد معاه حد كمان يبقى موجود اه معاه ناصر منسي ناصر موجود اه اه ماخدش كتير الراجل ناصر منسي بس كان بيجيه بكات الهداف يعني بس بيشتغل تسعة بس يعني ناصر بيشتغل تسعة سيف بيشتغل تسعة ونصر يمين وشمال وفوق ودحت وتحرك في الحيطة دي تحرك اه اه فبعض الأوقات هتحتاجت رقم تسعة واحد جوه السندوق زي الاهلي كده لما جاب الراجل ده اهلي الجديد الجديد بس ياخد رأيك شفت شفت اللقاطات منه بس اه هكلمك هكلمك عن نقطة دي لما رأيه ناصر محتاج برضه يبز الجهد اكتر من كده شوية والرجل سامسون اللي هو اللي جاي بينه ده كان الراجل بس مش هو جاب جوان في اللي ماتش السكة بتقالي ده جاب جاب اه اين كانت بقى جاب اتنين ما انا مش شفتوش يعني انا ما عرافك هون سنة اللي فاتت لما جيته وتتذكر جاب جول حل جاب جول ومشي وبعد كده اختفى تماما زي صوفيو مثلا في القالي جاب جول في الزمالك واختفى فكرة الاستمرائية وانك المدرب يقتنع انك موجود ولا لا؟ انا شايف ان الرجل مش مقتنع بأسريو أسريو مش مقتنع بسامسون